السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبات صف الثاني الاعدادي النهاردة رجعنا لكم ان شاء الله هنكمل يونت تين الواحدة العشرة هنخلص الواحدة النهاردة ان شاء الله طبعا كان عنوانها اللي هي حياة الايه حياة العمل هنشرح الى اول وبعد كده ان شاء الله ندخل عدرس الاستماع واهم الكلمات الموجودة في الدرس الثالث والرابع عندنا طبعا الدرس الثالث والرابع دائما بيبقى اللي هي الوظائف لغوية اللي هو بيعلمني ازاي اتكلم انجليش النهاردة يكون عندي السؤال عن الوقت والمدة والرد عليها درس سهل خارج عندنا ثلاث ادوات استفهام الى ده الاولى اخدناها الترم الاول اللي هي معناها كم طول المدة اداة استفهام طبعا ما يوجد عندها فاعل مساعد فاعل فاعل عادي خالص يعني مسلا ممكن تام مستمر زي ما انشرحته في الفيديو الصابق لو عايز ارد طبعا هبدأ من اول يو هقول اي وهنزل هاف يبقى اي هاف بين ووركينج هير انا اشغال هنا وابدأ بقى هاولونج دي بجاوب عليها بكلمتين يا اما فور يا اما سنس بقواعد هم يعني مسلا اقول فور ممكن نقول فور ما نقل فور تين ييرز بقى لي كم سنة? مسلا عاشر ايه سنة وقت لو لو قلت مسلا نحط سنة مثلا نقول وبالتو ساودن ان تن تو ساودن ان اليفن يبقى او لونج معناها كم طول المدة بنجواب عليها بكلمتين اما كلمة فور اما كلمة مين اما كلمة سينس الاداء التانية معانا اللي هي وين وين طبعا معناها متى وبان معناها متى وين معناها متى تسرا الوقت يعني مسلا وين دو you. مثلا start. انت امت بدأت? doing this job. انت امت اشتغلت الشغلانة دي او الوظيفة دي? هيجاول. هاول مثلا اه اليو هتحول الى i. مثلا started doing this job او i came here. انا هنا في الشغلانة دي مثلا a year ago منزو كام? منزو عام. طب ليه استخدمت فترة زاد اجو? لان السؤال هنا في الماضي. كان ممكن استخدم مثلا last زاد اي فترة. last week, last month, last year. ما فيش مشكلة خاطئ. الاداة التالتة معنا. تالت اداة. ليه how often? how often? معناها كم عدد المرات. how often? معناها كم عدد المرات. هاول مثلا how often do? patient? كم مرة? المرضى? كم? and see you? بييجوا هنا للدكتور وبيجوا عن الدكتور هنا كل جديه او كل كم? ممكن اقول مثلا طبعا ها often دي بيجاوب عليها كزا حاجة. يعني ممكن اجاوب بevery. every يعني كل. طبعا مثلا every day, every week, every month. ممكن اجاوب بكلمة once. ممكن اجاوب بتوايس. يعني ايه once? ويعني ايه twice? طبعا once معناها مرة. وتوايس معناها ايه? مرتين. و every معناها كل. يعني اجابه سؤال دي اجابة كاملة. how often do patient come and see you? مسلا ممكن اقول they come and see me. بيجوا يزوروني. every كل. مسلا six months كل ستة شهور. مسلا بيجوا once a week. or once a year مرة في السنة. twice a year مرتين في الايه? في السنة. يبقى ده درس function. مفيش اكتر من كده. هم ثلاث. المات او الكلمة how long معناها كم طول المدة. بعد كده عندنا when معناها متى. بعد كده عندنا how often معناها كم عدد المرات. هندخل بقى على اهم الكلمات اللي جات في الدرس التالي الرابع وهنشرح درس الاستماع مع بعض ان شاء الله. هبتدي كده اغرى الكلمات الدرس التالي الرابع. interview speaker chemist dentist. archeologist. 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 laboratory. ancient. ancient. site. interviewer. chemistry. test. design. museum. project. pot. coins. objects. duration. suite. activities. quiz. compare. plan. partner. calendar. diary. relaxing. honey. hapus. mobile phone. decide. during. free time. suggest. prefer. enough. description. survey. dates. watch. clock. notebook. enjoyable. correctly. organize. nature. brave. sports stadium. field. date. هاخدش على regular verbs الافعال اللي هي الشاز. show. showed. shown. heard. 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 hear. 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 sleep. slept. slept. understand. understood. 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 choose. chose. chosen. drive. drove. driven. drive. drove. driven. taste. test. hear. heard. heart. buried. boring. diary. or dairy. sorry. diary. اهم من نوتز. مهمة جدا. عشان سنة ثالثة كمان. احتاج بعد كده. look for. write down. impairs. have enough time. take tearness. talk on the phone. need to. what about you. do an activity. make medicine. hear about. have a look. think of. get bored. good at. do a quiz. kind of. find out. what is the matter. plan your time. long ago. ندخل على درس الاستماع. درس الاستماع عندنا ثلاثة شخصيات مطلوب ان احنا نعرف مين الشخصية اللي احنا بنتتكلم عنها. ريتر 1. interviewer. اللي بيجري الحوار بيسأل وما بيقول لها. today. i am going to. i am talking to some people. انا هتكلم مع بعض الاشخاص. about the important job they do. عن الوظائف اللي ما بيعملوها. good morning. can i ask you a question. ممكن اسألك سؤال. where do you work. اين تعملي. طبعا هي ردلت. i work in a laboratory. انا شغالة في laboratory. when did you start doing this job. طبعا انا شغالة في معمل. انت امت بدأتي. اللي شرحناه وان. متى بدأتي هذا العمل. طبعا هتجاب بالموضع. i started this job. انا بدأت هذه الوظيفة. three years ago. انا بدأتي من كام. من ثلاث سنوات مضض. before that. i was at university. انا كنت في الجامعة. i was studying chemistry. انا كنت بادرس كيمياء. ترفير عليها. and what job do you do in the laboratory. او laboratory. انت بتعمليه في المعمل دلوقتي. that i hope to make medicine. بعمل دواء. for the past few months. منذ شهور. we have been testing some new medicines. مدارح تام. احنا بنعمل اختبار للدواء الجديد in the laboratory. at the moment في هذه اللحظة. i am waiting to see the results. واللوقتي احنا مستنين ال result. وresult يعني النتائج of a test. if the results are good. لو النتائج كويسة. then we can start giving the medicine to the patient. هندي هذا الدواء للمريد. طبعا هو في الكتاب. جاي المطلوب مننا احنا نعرف دي وظيفة مين. طبعا هنا في الملخص محلولة. اللي هو احنا بنتكلم عن مين. عن الكيميست. وندخل على الوظيفة التانية. مطلوب برضو. نعرف احنا بنتكلم عن مين في الوظيفة. the reviewer بيكلم المان. رجل. here is someone who works in a hospital. شخص يعمل في المستشفى. but he isn't a doctor. هو مش دكتور. الرجل قال. that's right. i examine patient. انا بفحص المرضى. but i only examine their teeth. انا تخاصص في التيث. يبقى examine patient. وبفحص الاسنان. how long have you been working here. how long you have been working here. how long you have been working here. بقى لك قدي شغال هنا. i have been working here for 10 years. بقى لك عشر سنين. some of my patients. بعض المرضى. have been coming to see me. since they were 3 or 4 years old. معايا مرضى من هما عندهم تلسين واربع سنين. بيغزرون. how often to patient come and see you. كما عرض المرضى فروض المرضى يجوا. they come and see me every 6 months. بيعملوا تشيك. يعني بيفحصوا ان انا بيكشفوا عليها. كل 6 شهور. here is a patient. ودلوقت انا معايا مريض. now hello what is the matter. الولد رد قال. my tooth hurts. عندي آلم في سنيني. الدكتور قال له. have you been eating two minutes. انت باين عليك بتاكل حلوة كتير. sit down and i'll have a look. وهنا هعمل عليك تشيك او ناظرة. طبعا احنا كنا بنتكلم عن الدنتس. زي ما قلت لكم في الكتاب. مطلوب نعرف احنا بنتكلم عن ميليافلول. احنا بنتكلم عن السيدالي. اللي هو بيعمل الدواء الكيمس. وهنا بنتكلم عن الدنتس. الوظيفة الثالثة معنا. I am talking to Mr. Zaki who is working at an ancient site. شغال في ancient site. موقع عسري. when did you start working here. انت امت بدأت هنا. I first came here 60 months ago. من 6 شهور I was working in a museum. كنت شغال في متحف when I heard about this project. لما سمعت عن هذا المشروع. قال له what are you doing at the moment. طبعا انتوا اليوم الدولة بتعمله ايه. قال I am looking for pots. احنا بندور على ال pots. اخدناها الترميل الاولاني. يعني الاواني. كوينز والعملات. والمشروع عن هؤلاء الاشخاص. طبعا هنا بيتكلموا عن مين. الاركيولوجست. اللي هو عالم الاصار. يبقى عندنا تلات شخصيات. السيدالي. اللي هو الكيمست. والدنتست. طبيب الاسنان. والاركيولوجست. اللي هو عالم الاصار. الدرس الرابح في كتاب المدرسة. في الواحدة العشرة. ليه. والوحدة في الترمي التاني. اللي هو المكتوبة عندنا. اللي هو معناه ادوات. من اجل الحياة. يعني. بيعلمني ازاي اتصرف في المواقف الحياتية. كارن اجابتك مع زمالك. ايا من الاشياء التالية اللي جاية دي. انت بتستخدمها عشان تعمل. يعني تخطط الانشطة بتاعتك. يعني انت بتستخدم انهي واحدة بدول الاكتر. كم مرة تعمل. ها افن نحن نجاوب عليها. شرحنا. ايه نوع النشاط انت بستخدم كل واحدة فيهم. طبعا نختار اي واحدة من هنا الكالندر. كل واحد راحته. النتيجة والتقويم. ساعة. 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 ساعة يد. اللي هي الكراسة. اللي هي المفكرة اليومية. والموبايل فون. اللي هو التليفون. المحمول. طبعا. كل حد يختار براحته. انا مثلا ممكن اختار. انا دايما بستخدمها. ايه نوع النشاط. مثلا. طبعا كل حد يختار براحته. انت بتحب تعمل واجب امتى. وانت بتعمل حاجة تاني معاه. ولا بتحب القوضة الهادية. ولا في مكان ضوضاء. تالي. من قويت روم اللي جابها باقصر دق. لو انت عندك حاجات كتيرة تعملها. هتبدأ بايه. ابدأ بالحاجات الاهم. ولا اي دو the most enjoyable things. في الحياة اكثر enjoyable. يعني متعة. ولا اي دو the easiest things first. ولا ابدأ بالحاجات الايزيست. الاسهل. متهياء اللي ممكن ابدأ بالممتع. وفي ناس ممكن تبدأ بالايه؟ بالاسهل. number four معانا. which one is true for you؟ مين في دولة صحة بالنسبالك. I have enough time during the day to do all things I want to do. انا عندي وقت كبير جدا اعمل كل انا عايزه. طول اليوم. I don't have enough time during the day for hopes and relaxing. ما عنديش وقت امارس فيه هواياتي. وان انا اعمل استرخاء. I have too much free time and during the day and I get bored. انا فاضي طول الوقت وبامل من الفضاء. طبعا كل واحد وحياة. discuss your answers to the questions in exercise 2 and disease questions. ناقش بقى why it's important to plan your time. ليه مهم ان احنا plan؟ يعني نخطط. your time يعني الوقت. بتاعك طبعا to achieve ممكن عشان احقق. my goals اهدافي in life or my dreams. احلامي او اهدافي. can you suggest ways for your partner؟ ممكن تختاري حاجات تاني. to use zero time. ان احنا ممكن. اه نتعلم plan your time. تخطيط الوقت طبعا ده براحتنا خالص. وكده نكون وصلنا لنهاية. unit 10 الواحدة العشرة. ان شاء الله الفيديو القادم. انتظرونا هنبدأ نحل كل اسئلة. الواحدة العشرة الموجودة اللي هنقابلها. باي كتاب خارجي ان شاء الله. بعد كده نبدأ نكمل ان شاء الله. unit 11 الواحدة الحداشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.